الحواس وأعضاء الحس الجزء الأول الوقاية من الأمراض الموضوع الحواس وأعضاء الحس الهدف أتعرف أعضاء الحس عند الإنسان واحد أبحث تأمل وجهك في المرآة ثم سمي الحواس التي ترها من بين الحواس الخمس التي يمكن مشاهدتها عند التأمل في المرآة البصر العين الشم الأنف الذوق الفم أو اللسان وحسة السمع الأذن ابحث عن أنشطة تستعمل فيها أكثر من حستين اذكرها كثير من الأنشطة التي تستوجب استعمال أكثر من حستين ونذكر منها عند لعب الكرة الحواس التي نستعملها هي حاسة البصر السمع واللمس عند تناول لمجة نعتمد على الشم واللمس والذوق والبصر أيضا وعند مشاهدات التلفاز نستعمل حاستي البصر والسمع ما هي الحواس التي تحتاج إليها أكثر من غيرها أثناء تناول الطعام؟ الحواس التي أحتاج إليها أكثر من غيرها أثناء تناول الطعام هي حستي الشم واللمس والذوق وبدرجة أقل البصر هل يمكنك الاستغناء عن إحداها؟ علل جوابك أجل من الممكن الاستغناء على حاسة البصر أثناء تناول الطعام وخير دليل على هذا الكفيف رغم عدم قدرته على رؤية الأشياء وفقدانه نعمة البصر إلا أنه يستطيع الأكل 2- الإشكالية ما هي الحواس التي استعملها الطفل في هذه الوضعية؟ الحواس التي استعملها الطفل في هذه الوضعية هي كالآتي حاسة اللمس حاسة البصر اذكر المنبهات المناسبة إلى كل عضو حس وظفه حاسة اللمس استعمل كلتا يديه لتحسس لوحة المفاتيح وللإمساك بفأرة الحاسوب حاسة البصر وظف الطفل العين ليتمكن من رؤية ما يعرض على شاشة الحاسوب ومعرفة مواضع الحروف 3- أعبر أسمي مختلف الحواس التي استعملها الطفل مستعينا بالصور حاسة البصر حاسة اللمس 4- أتثبت أثناء لعبة الغميضة وضع مروان على عينيه عصابة ماذا وظف ليتعرف إلى مواقع أصدقائه؟ ليتعرف مروان إلى مواقع أصدقائه وظف حاسة السمع كيف تتعرف أمك إلى درجة حرارة الحليب في الرضاعة قبل تقديمها إلى أخيك الرضيع؟ تتعرف أمي إلى درجة حرارة الحليب في الرضاعة قبل تقديمها إلى أخي الرضيع عن طريق سكب قطارات فوق يدها اللمس كيف تساعد أمك على تعرف إلى قارورة كحل وقارورة ماء الزهر؟ لا تحملني أي تعلامة أساعد أمي للتعرف على نوع القارورتين والتمييز بينهما من خلال توظيف حاسة الشم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر